السيدات والسيدة المساء الخير على الرغم من الحضور النساء القوي في السينما المصرية منذ نشأتها سواء في التمثيل أو الإنتاج السينمائي إلا أن الشاشة الكبيرة لم تشهد في أغلب الفترات إلا عدت قليل من الأسماء النسائية البارزة التي تركت بصماتها تحديدا في مجال الإخراج والتأليف وكتابة السيناريو ومع أن منافسة الأسماء الكبيرة في مجال الإخراج والتأليف السينمائي كانت دائما مهمة صعبة وشاقة إلا أن الساحة السينمائية شهدت منذ أواخر التسعينيات ظهور أعمال قوية ومميزة لكاتبات ومخرجات دخلنا تاريخ السينما من أوسع الأبواب ومن هؤلاء ضيفتنا اليوم مؤلفة وكاتبة سيناريو ومخرجة موهوبة أجادت في أعمالها للسينما بنفس إجادتها في أعمالها التلفزيونية في حديثنا اليوم نسألها عن عمل المرأة في صناعة السينما والتلفزيون الصعوبات التي توجهها والنجاحات التي تحققها نسألها عن قضايا المرأة الغائبة عن الشاشة ولماذا اختارتها هي لتكون الموضوع المفضل لعمالها عن المرأة وهمومها على الشاشة عن المرأة المبدعة خلف الكاميرا حديثنا اليوم من مصر أهلا بكم معي للحديث عن إبداع المرأة المصرية في السينما والدراما التلفزيونية المخرجة والكاتبة الموهوبة هالا خليل المخرجة الكبيرة هالا خليل لم عسمها في مهنة كانت قصرا على الرجال لسنوات طويلة ومنذ دخولها مجال الإخراج السينمائي والتلفزيوني قدمت العديد من الأعمال الناجحة جماهيريا وفنية ولم تكتفي هالا خليل بعملها في ساحة الإخراج لكنها تفوقت أيضا في مجال التأليف وكتابة السيناريو أنا كل نفسي فيها بيه إن الغلابة لازينا دقوا عاشته محسن من كده أنا لو مكانه كنت ساعدتك مش يمكن مرأته هي المقويه ومخليه مش عايز أطفال منك بدأت هالا خليل حياتها المهنية بدراسة الهندسة وسرعان ما تخلت عنها لتلتحق بالمعهد العالي للسينما وبعد التخرج في المعهد بدأت رحلتها بالعمل في قناة النيل للدراما وفي عام 2002 أخرجت عملها الدرامية الأول المسلسل الكوميدي شباب أونلاين وبعد عامين اقتحمت الشاشة الكبيرة بفيلمها الأول أحلى الأوقات ثم نالت جائزة أحسن إخراج من نهرجان القاهرة السينمائي عن فيلمها الثاني السولز في عام 2006 وبعد سنوات من الانقطاع عادت لتخرج فيلم نوارة الذي مثل مصر في عدد كبير من المهرجانات نوارة حاسس أني مش راجع نوارة أنا لكوط الراجع لكوط أعادتك في البيت ما سنتكتش أغديني في البيوت وفي عام 2018 أخرجت هالا خليل مسلسل بالحجم العائلي بطولة الفنان الكبير يحيى الفخراني وكان آخر أعمالها مسلسل أحلام سعيدة من بطولة الفنانة يسرى توم 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 ريحة توم كتيرة قوي على فكرة يا ليلة أنا عشان خاطرك بس سمحت الأكل ده يجي البيت أنا عمري عمري ما بطبخ في البيت خالص اسألي صدفة أستاذ هالا خليل المخرجة والكاتبة الموهوبة زي ما قدمناك في الأول أهلا وسهلا أرسي جدا جدا يعني أنا الحقيقة احترت في الأول أنت درستي إيه بالزبط يعني أنا شفت أنك مريتي على كلية الهندسة وكلية الأعلام ومعهد السينما يعني ما هذا التنقل هي أنا من الأول خالص أنا كنت ولا عايزة كده ولا كده ولا كده أنا كنت عايزة مسل بصراحة كمان يعني أنا كانت التجربة وأنا في المدرسة عملت كان عندي حظ كده أنه مدرستنا عملت مسرحية لتأليف يسر الجندي رابعة العدوية وجابوا لنا مخرج من بره محترف وأنا عملت الدور رابعة العدوية ومسرحية تارعة جميلة وأخذت جواز والتجربة باهرتني وعجبتني جدا جدا وبعدين فكرت أنه طب ليه لا أحلوة الحكاية قوي بس بقى السوق حظي أن أنا متفوقة طول حياتي في المدرسة وبطلع من الأوائل مش من الأوائل يعني حتى كلمة من الأوائل دي كدش مقبولة عندنا في البيت لأ لازم تبيي الأولى مش من الأوائل يعني فجبت مجموع كبير للأسف في السنوية للأسف فأنا كنت عين مرياضة فنمت يوبابايا طبعا على طول هندسة يعني فهم يعني قاعدوا يملوا أنا ما كنتش أعرف بقى حاجة حتى أنا ما عرفش اللي بيمثلوا دول بيروحوا فينا عشان يمثلوا يعني في دراسة ما فيش دراسة فقلت لهم وهم بيعملوا الاستمرارات بتاعت الهندسة يعني هندسة القاهرة هندسة اسكندرية هندسة كده فقلت لهم هو في حاجة اسمها حد بيدرس تمثيل فهندسة الزئزية هندسة المنصورة ما كان يقولش حاجة وأنا كنت أصغر من أن أنا حتى يعني أريد الكلام تاني فأول ما دخلت كورية الهندسة أول حاجة سألت عليها كانت مسرح اللي كلي وكان حظي حلو جدا أنه كان فيه مسرح ومسرح محترم كان في الوقت ده من أكتر المسارح المحترمة لأنه كان مسرح مسيس مسيس بمعنى أنه عنده توجه سياسي بالفعل وبيشتغل على المسرحيات العالمية القيمة الثقيلة المحترمة فأنا دخلت وسط المجموعة دي نانسي بتشيري لشيء مهم جدا يعني أنه كان فيه نشاط جامعي مسرحي محترم وموجود وكلية هندسة يعني بعيدة تماما عن مجال الفن وكمان كان من حظي أني نضميت لأسره كان مأسسها واحد زميلنا الله يرحمه يعني هو كان مهتم بالثقافة وكان بيجمعنا على حوار ثقافي أسبوعي فقعدت ثلاث سنين في كولية الهندسة بمثل وبعدين بيخرج وكده وبعدين ابتديت أحس أن أنا لا يعني أنا مكاني مش صحة كده فيه حاجة مش مزبوطة فالحقيقة أن أنا كنت فكرت أروح أمثل أدرس تمثيل في معرفة المسرحية بس أنا كنت عارفة من دايوان أن أنا مش هاضر لأن أنا يعني عيلتي شوية محافظين ومعندهمش علاقة بالفن خالص ومخيف بالنسبة لهم عالم الفن ده مخيف قوي فحسيت كمان أن أنا لو عملت كده أنا مش هقدر أدي نفسي كاملة للتمثيل يعني هيبع عندي محزير أنه لا بلاش المشاهد دي بلاش اللبس ده وأنا معرفش أعمل كده أنا طبيعتي معرفش أعمل كده فأقولت أروح للإخراج أفضل لابأ أنا صاحبة العمل وفي نفس الوقت كان فيه في الفترة دي في الجامعة كان فيه حراك الحقيقة كبير لأنه كانت فترة حرب الخليج وكانت بعد انهيار للتحاد السوفيتي فكان فيه حراك سياسي وثقافي بين الطلبة كبير فأنا حسيت أن أنا اتشحنت قوي قوي في التلات سنين دول وبقيت عايزة أطلع الشوحنة دي فلقيت أن الإخراج ممكن يكون هو يعني وسيلة مناسبة بس برضو ما قدرتش أقول لأهلي إن أنا هعمل كده وفي نفس الوقت قلت أنا يمكن أنا موهومة يعني دخلت معهد السينما ومن غير ما أقول لأهلي وفضلت أروح كلية الهندسة ومعهد السينما مع بعض المدة سنة وأقول لنفسي يعني هلأ أنت بالشرط تكوني موهوبة فأجرابي وخلاص فحصل أن أنا يعني الأسادزة يعني شجعوني وتحمسولي وطلعت الأولى على دفعتي وخلصت السنة وخلصت كلية الهندسة ودخلنا في السنة التانية في معهد السينما ولزال الهندسة ولزال أهلي ما يهرفوش لحد ما جاءت لحظة كده لحظة أنه إيه كانت دي لحظة فاصلة يعني أنا كنت في محاضرة في معهد السينما كان بيدرس لنا الدكتور الجميل أستاذنا راجح داود موسيقى فكانت جزء من المحاضرة أن نسمعنا الموسيقى ونغمد عنينا ونعمل خيالات على الموسيقى وبعدين يوقف ونفتح عنينا وكل واحد يحكي خيالاته فأنا حصل لي حالة روحانية كده مش طبيعية مش طبيعية يعني وأنا من الحاجة الناس بيروحوا في الحاجات قوي فخلصت المحاضرة اكتشفت أن عندي محاضرة دلوقتي في كلية الهندسة ومتأخرة عليها فجريت من الهرم للجيزة جامعة القاهرة ودخلت على المدرج فلقيت الدكتور واقف وبيشرح وكانت المادة اسمها ماتيريال ولقيته بيكتب على السبورة نسبة الزلط للرمل للأسمنت في الخرصانة المسلحة شيء تاني خالص 3-2-1 سيبتي هندسة قلت لها قلت لها قلت لنفسي هتكسبي ايه انك تاخدي هندسة وتاخدي تكسبي يعني بتثبي لنفسك ايه لا روحي للي انت عايزة اين كانت النتائج وخدي الرزق يعني ورحت قلت لأهلي فطبعا كانت مشكلة ضخمة 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 يعني اعتبروا ان ده يعني سقوط سقوط يعني اخلاقي وانحرافي وكل حاجة في الدنيا ولأ او ممنوع واتمنعتم الخروج من البيت وحرب بقى شديدة جدا لحد ما والدتي يا رمي ربنا اديها الصحة يعني هي زكية وادركت ان انا مش هتراجع فقالت لبابايا بقى احنا نعمل كومبرمايز لان هي مش هتراجع وانا مش عايزة اخسر هالة يعني فكان الاختيار التالت فانا قلت اه ايه يعني ما يجراش حاجة حاضر عشان خاطر يسيبوني اعمل قالتلي احنا نسيبلك السلمة دي عملي فيها اللي انتي عايزة وسملناش دعو بيها يعتبرها هواية يعني بس احنا عايزين شهادة من كلية فقالت ايه؟ فقالت اقرب حاجة هي كلية الاعلام طبعا للي انا بدرسه وروح تقدمت في كلية الاعلام ودخلت واخدت الاتنين بالتوازي فدي حكاية التالت شهادات يمكن عشان كده دايما يعني انتي كنت رديتي كده كده كلمة اكتر من مرة ان تربية البنات في مصر غالبا تربية ظالمة او 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 انا هقولك على حاجة فيه سؤال انا دايما بتسئله السؤال ده هو اجابته تقريبا اللي حدارك بتقولي هو بيقولوني ليه عدد المخرجات في مصر قليل فانا دايما ارد عليهم اقولهم على فكرة عدد المخرجات في مصر كتير بالنسبة للطريقة اللي بتربوا بيها البنات لان الطريقة اللي بنربي بيها البنات اولا انتي ما بتتربيش على انك تبقي شخصية قيادية ده انتي لو حسوا ان انتي شخصية قوية شوية لا ده انتي مش تنفعي بقى في الجواز ده انتي هتبقي مشكلة كده انتي بتتربي على فضاء الاخرى اللي هي الطاعة والامتسال والتضحية اهم حاجة التضحية وانك يضحي علشان اسرتك وعشان وغيرك بساري لغاية دلوقتي تفتكري في الاسر المصرية؟ بقدر كبير اه عشان يعني طبعا اكيد مش زي الاول البنات غيروا ومش الاسر اللي غيرت بس الانفتاح اللي حصل في السنوات الاخيرة بسبب ثورة الاتصالات وبسبب التعليم الاسف الخاص اللي هو يعني عمل في طبقة معينة للاسف فعشان كيف اقوله الاسف يعني عقليات اكثر انفتاحا في طبقة معينة لكن مصر دايما مش هي الطبقة دي ودايما مش هي القاهرة وعنتي عندك الريف وعندك السعيد على عموم الناس يعني يعني اللي موجودين في مدارس الجواز لازال لازال هو الهدف تأييل البنت وتنشئتها وتربيتها لكي تصبح زوجة فاضلة وطيعة وام ده الهدف هو الهدف واصاده ممكن نيجي على حاجات كتير في شخصيتها نكسرها عشان نبقي على نجاحها كزوجة وكاوم عبرتي عن ده في عمالك؟ اول حاجة خالص كان فيلم ممكن قبل احلى الاوقات كان فيلم اسمه طير يا طيارة ده اول فيلم هو مش خصير ومش طويل يعني كان طوله كده ساعة لربع وكانت الفكرة جات بسبب له علاقة باللي احنا بنحكيه تماما انا كنت في باريس في القتال وكنت بفتر الصبح وانا بفتر سمعت برا في الشارع صوت تاك 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 قلت الدني بتمطر ولا ايه؟ تاك 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 ببص مفيش مطر فقلت مطلع اشوف في ايه؟ خرجت برا لقيت دي صوت كعوب النساء الباريسيات المتجهات الى عملهم صباحا فوقفت ابص عليهم كده يا بكتورة درية واقعدت في تكر الست المصرية شفتهم ماشين اللي لفت نظري قوي ايه؟ اعتزاز بالنفس بالجسد حتى بالجسد كل الحاجات مرتبطة ببعضها جسد الجزء منك واعتزازك بذاتك لازم يرتبط باعتزازك بجسدك وبشكلك فماشين بيخبطوا الارض كده بهمة واعتزاز وافتكارت الست عندنا اللي بتمشي عاملة كده ومتكلفتة كده في نفسها وخايفة من الشارع وخايفة حد يعتزها ومش واثقة في نفسها والخوف مزروع من جواها بسبب تربيتها تربيتها انها تخاف فقعدت في تكر انا طفولتي انا كنت طفلة شائية جدا فقعدت في تكر النقلة اللي حصلت ما بين طفولتي وما بين دخول الانوسة وعملت الفيلم بيدور في اربع اهو عبارة عن اربع ايام في حياة طفلة صغيرة بتابلغ وهي بتلعب مع الاطفال في الشارع ففجأة بيحصل تحول من الاسرة تحول كله تفاصيله اللي هو ما تلعبيش معدوه ما تنزليش لوحدك اخوكي مش عارفة ايه ما تعليش صوتك وعادي كويس رجليكي كله هو ما لوش اي ترجمة غير ان الانوسة شيء مخيف فكانت دي كانت الحكاية فلقيت ان احنا مجتمع فعلا بيربينا على انه نخاف من انستنا مش نعتز بيها وفي نفس الوقت بتربي الام بتربي اخوها الولد على الاعتزاز بالرجولة طب هل حدث التطور في السنوات الاخيرة في تلك النظرة يعني برضو طبعا حصل التطور اكيد برضو سببه زي ما قلنا كده انه في صورة اتصالات حصلت وفي تعليم افضل هل انعكس ده في الفن في الاعمال الفنية اه انعكس طبعا كثير لانه هل عبرتي يعني ايه اكتر عمل بالنسبالك حاسيت انك عبرتي فيه عن تلك الافكار اكبر عمل هو انا اصلي ما بحبش افصل موضوعاتي ما بحبهاش تبقى خاصة بالمرأة بس يعني دايما اقول انا مش بعمل افلام نسائية انا بعمل افلام عن المجتمع المصري من عين امرأة لكن الشاغل بالنسبالي هي مركب ده بتاع المجتمع المصري ده بكل مشاكله بكل تناقضاته اصلها كمان مجتمع فيه تناقضات يعني جمدة جدا وانا حظي ان انا الطبقة وسطة فالطبقة الوسطة دي مزيتها ان هي عين على تحت وعين على فوق ففيه كم من التناقضات شديد جدا فمثلا اخر فيلم هو فيلم نوارة اللي انا عملته عن ثورة يناير هو ما كانش عن المرأة هو كان عن فقراء مصر يعني انا فكرت تناول الثورة من اي جانب ومن اي زاوية فاستقريت على عدال اكتماعي ولانه كنت متأثرة جدا فعلا لانه حسيت انه هما يعني ايه يعني دفعوا تمن كبير وحصل عندي تعاطف شديد جدا جدا معاهم وكان عندي تجربه شخصية في نفس الوقت لكن انه البطلة تبقى بقى امرأة ما تبقاش رجل ده أنا ليش في اختيار الحقيقة لأني بكتب يعني غصب عني حتى لحد الوقت يبقى أقول لنفسي كده كل ما تجيلي فكرة ألاقي البطلة امرأة رغم أن الموضوع ما يكونش نسائي ولا حاجة يعني ده موضوع نورة ده موضوع اجتماعي سياسي لكن عشان عشان أنا بقى بعبر من جوايا فهيبقى غصب عني أنه البطلة زي الأديبات مثلا للنسائيات أغلى بالأدب النسائي هتلاقي البطلة امرأة حتى لو الموضوع مش نسائي اسمي كيف؟ نوار طيب ما تيجي نسفر أنا بحفظ غير حدة موضوع موضوع أنا فعلا كبرت وصحيتي مدلتش تستحمل وأنا برد لندن وأنا حرق دبي أنت تسمعش على النهج والسرقة اللي في بلد اليومين دول؟ أنا بس خايف حوط على ساور بتلاقي شوية مية في البد غزليني بيبقى طب إي رأيك بقى إن موساما بيدا ابننات غلبة زين وزين نوارا نوارا ما هو الملاحظ كمان في أفلامنا بشكل عام أفلامنا السليمائية إنه نادرا نادرا ما تجزي فيلم بطلته البطلة الحقيقية فيه امرأة ده حقيقي ده حقيقي ما هذه سيطارة الرجالة برضو على يعني البطولة عادة رجالية ده حقيقي ولو ولو طبعا فيه طبعا نمازج جميلة اتعاملت هي مش كتيرة بس موجودة يعني مثلا من أول يعني دعاء الكروان لحد يا دون يا غرامي دي أعمال عملوها رجالة بس الدولة مش كتير قوي الأغلبية بيعبروا عن الستات في أعمالهم بطريقة مش شبه الستات بدأتي في ما سبيرو عادت حوالي سنتين في تأسيس القنوات المتخصصة وده كان عمل إداري أكثر منه لحد ما روحت بعدها قناة الأخبار وعملت مجموعة أفلام تسجيلية لكن أنا الحقيقة كنت أحسة أنه طول الوقت دي مرحلة وأنا لسه ما وصلتش لنا يا زي فكنت بسعى كنت بكتب سيناريوهات وأنا حتى بعمل الأشياء دي كنت بكتب سيناريوهات وأبحث عن منتجين طول الوقت لحد لما نجحت في فيلم تيري يا طيارة اللي اداني الفرصة لأنه يعني استقبل الحمد لله نقضيين كويس قوي قوي وأخد جواز وكده فعمل يعني ضجة يعني فجاب لي فرصة أن أعمل بعدها أحلى الأوقات لكن بعد كده عملت قص و لازب وخد جايزة قص و لازب ده كان أول سيناريو أكتبه يعني أحلى الأوقات كانت القصة وكتبت السيناريو مع السيناريست الجميلة وسام سليمان قص و لازب كان أول بقى قرار بالكتابة ومن ساعتها وأنا بكتب أعمالي يعني يعني تخصصي في الكتابة يعني عشان تعبري عن نفسك وبعدين انتقلت للإخراج لا العكس هو لا أنا إخراج أصلا أنا أصلا أخرجت مخرجة وأخرجت طير يا طيارة وأخرجت أفلام تسجيلية وأفلام رؤية قصيرة وأخرجت أحلى الأوقات وكان قصتي بس لأنه كانت القصة نفسها بردو فيها جزء مني أنا من طفلتي ما الذي دفعت بقى إلى مجال الكتابة؟ اللي حصل أنه بعد أحلى الأوقات اتعرضت علي سيناريوهات كتير جدا حاجة من الاتنين يا إما ثلاث بنات وأنتي عارفة طبعا يعني عندنا البنات والموتوسيكل والثلاثة وحبناها والحاجات دي كلها كل النواية دي من الأفلام يعني جاتلي كأن أنا هتخصص في أفلام الثلاث بنات يعني فما كانش ينفع طبعا بعد أحلى الأوقات والجزء الثاني كان كله أفلام أمريكاني متمصرة وأنا ضد خالص برضو الفكرة دي ما بتستهونيش أبدا فكان وأنا عندي شغلاني حاجات فكان في الوقت ده قوي كان شغلني قوي 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 أزمة البطالة وأن الشباب الصغيرين بيتخرجوا يا حرام بيبقى عنده مصيبة أنه هو يلاقي شغله وأنه هو يجيب شقة فأنا عندنا أقول طب هو يا رب يحب إزاي يعني منفعش أن يروح يحب أصلا ما عندهوش الحق أن هو يروح يحب فكذا جات الفكرة فكرة الحب وسط الأزمة الاقتصادية الشديدة جدا جدا في التوقيت ده والعنوسة اللي بيعاني منها الشباب واليأس والضعف اللي بيعاني منه الشباب علشان ما يقدروش يحبه يعني هيك هي دي فكرة الفيلم فلقيت أنه جاء هي جات القصة نطت كده فأنا روحت الواحدة صديقتي سيناريست يعني معروفة زينب عزيز وهي دفعتي في المعهد وقلت لها أنا والله يا زينب ممكن أنا عندي قصة وعيزكي تعملي لها سيناريو فقلت لي عايزة إيه فقلت لها أنا بفكر في كذا 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 فبعد ما خلصت قالت لي أنت عايزة مني إيه قلت لها تكتبييه قلت لي بس أنت قلت لي أنت قلت لي مشهد النهاية قلت لها يعني أعمل إيه قلت لي ما تعملش حاجة تروحي يا عادي في البيت تجيبي وراء أبيض قلت عملي كده وقد كان واستمتعت بقى استمتعت بالكتابة قلت إيه ده أنا كنت فين من الكتابة أنا يبدو أن أنا كان أصلا يعني وجدتي نفسك في الكتابة أكتر من الإخراج أكتر من الإخراج لحد دلوقتي لحد دلوقتي أنا لا أتوقف عن الكتابة يوميا يوميا أنا بشتغل عند الكتابة طب وأين تذهب تلك الكتابات المتعددة دي مع الأسئلة اللي بتزعل يلا بتزعل دي لا فعلا يعني بصي أنا بحارب يعني أنا دايما أقول حتى للنقل الجداد اللي لسه طالعين أنه ما تكتفيش مش كفاية أنك تكتب سيناريو حلو والناس تقول لك ده سيناريو حلو لأ أنت لازم تحارب وتبقى أنت المحامي بتاع السيناريو بتاعك ده لحد ما فيش سيناريو بخلصه غير لما أنا بقعد أحارب وبقعد أبدي نفسي كمان وقت يعني نقعد أقول إيه من سنة لسنتين هحارب للعصور على منتج وبعدين وأغلب السيناريوهات دي بتبقى أخذت جوائز وهي مكتوبة يعني أخذت جائزة كسيناريو في مهرجان القاهرة أخذت جائزة أحسن سيناريو في مسابقة سويه رس بتبقى يعني طب يعني بعد الجوائز بعد الجوائز ما فيش مثلا طلب لإنتاجها كفيلم لا بيخش بقى الدرج وأبتدي أشتغل على مشروع تاني لأني مش هقدر أعد من غير مشروع في دماغي مقدر مش نازم يعيش في حدوتة في دماغي فأروح أطل حدوتة دي وبتدي أخلق حدوتة تانية وأدخل الحرب تاني وهكذا والحاجات بقى هي هي وحظوظها يعني فيلم نوارة لما جيت جتا أعمله ملاقيتش إنتاج خالص خالص وعدت كتير جدا جدا فقلت لأ بقى يعني أنا مش هسكت أنا هأسس شركة إنتاج وأنا وزميلنا كلهم المحبين للحكاية كده زي ومخلصين ليها وهم كتير جدا هننتجوا مع بعض وعملت كده أسست شركة إنتاج وكل الناس بما فيهم حتى منا شلبي يعني النجمة اللي هي مش محتاجة أبدا أنها تعمل كده قالت أنا هدخل معاكو من غير أجر وهشارك وكل حاجة وفعلا استعدينا بس قبل ما ندخل التصوير بقى ده كان حظ حلو الحمد لله يعني قبل ما ندخل التصوير بأسبوع ظهرت شركة وكانت لسه جديدة وقالت أنا والله أنا عايزة أشيل أعم أنتج المشروع ده فقلنا يا سلام ده يعني يوم المن فكانت قصة ده يعني كل فيلم في إنتاجه وراء قصة كفاح فدلوقت بعدها جي كتبت السيناريو اسمه شرط المحبة لأ بعدها كتبت السيناريو مفترق طرق وقعدت أدور له كتير برضو على إنتاج مفيش لحد ما تحول لمسلسل أحلام سعيدة اللي هو اتعمل من سنتين بطولة الفنانة يسرى وكنت خلاص يقست منه ودخلت درج بشارط المحبة بعد ما كنا خلاص هنعمله بصعوبة لقينا إنتاج جات الرقابة وقفته ودخلت معركة مع الرقابة نتكلم عن الرقابة للأفلام السينمائية وليس الأعمال التلفزيولية الرقابة على المصنفات الفنائية ما هي نفس الرقابة التلفزيون والسينما بيخضعوا الاثنين للمصنفات الرقابة لكن عادة التلفزيون أحيانا بينفرد بأعماله أعتقد بعد أعتقد بعد يعني الرقابة ثم التلفزيون أو العكس آه آه لا بندخل الرقابة الأول وبعدين في رقابة تلفزيوني يعني في رقابتين بتحصل على الدراما التلفزيونية لكن في السينما المصنفات بس يعني ما الصعوبات اللي دايماً الرقابة بتترحق يعني بترفض كتير ليه بمعنى أسهل يعني بترفض كتير أنا في رأيي الشخصي إنه فيه يعني فيه خلل في فهم تأثير السينما على المشاهد أو على المواطن أو على الوعي بمعنى إنه فيه تصور كده زاد عن حده بصراحة كتير وزاد عن حده إنه الأفلام النهاردة قادرة على إنها تعمل فتنة طائفية فلازم نحاسب من أي حاجة فيها موضوع يخص مسلم ومسيحي الأفلام النهاردة قادرة على إنها تقوم ثورات زمان لما تعمل فيلم شيء من الخوف وراحوا قالوا لجمال عبد الناصر إلحق ده هيعملوا فيلم يقلبوا الناس عليك وراح تفرج عليه وقال لهم ولا أي حاجة يا جماعة خاطر نزلوها على مسؤوليتي نزل الفيلم والفيلم بيتعرض كل يوم ومرت عليه جميع الأنزمة ومقومش صورة ولا حاجة فيلم بحب السيمة فيلم كان قالوا لا ده هيعمل فتنة طائفية وده هيبهد للدنيا أوراق ومنعوا الفيلم وعملنا ساعتها لوبي ودخلنا في اللوبي الكنيسة الناس من الكنيسة ودخلنا الأظهر وناس سينمائيين لأن البطولة كانت لمسيحية ونزل الفيلم ما عملش أي حاجة خالص المشكلة اللي حصلة ولا أنا بفتكر يعني هو ليه مرت الأفلام دي لزاي بحب السيمة وغيرها 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 كان فيه بشكل دايما مع الرقابة وكان الأفلام بتمر لأنه كان فيه حاجة في الرقابة اسمها لجنة التظلمات كان السيناريو يترفض يقوم أوتوماتيك لي يعرض على لجنة التظلمات لجنة التظلمات دول إذا أجازتهم كان فيها الكبار بتوعنا خلاص كان فيها الكبار بتوعنا الكبار اللي هم بيعرفوا ينقشون وييجي كمان ينقشك كزي دكتورة دوريا يقول لك والله يبصي طب هم عندهم مشكلة في الشخصية دي طب إيه رأيك لو بدنا ما نعمل كذا نعمل كذا يعني أنا في السيناريو بتاعي اللي عندي مشكلة مع الرقابة ده أنا عملت كل الملاحظات وبعدين رجعت قالوا لي لا ما فيش برضو مش هيتلع قلت لهم ده واخد موافقة قبل كده يا جماعة مرتين قالوا لي لا برضو هو كده ففضلت برضو أزن وأحاول أعمل أي حاجة قالوا لي طب روحي هاتلنا موافقة من الدكتور سعد الدين الهلالي عشان فيه الموضوع فيه مسلم ومسيحي قلت لهم حاضر روحت لدكتور سعد الدين الهلالي يا أستاذنا كذا 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 وكتب عليه من بره كده عن نص مراجع فقهيا ودينيا من الدكتور سعد الدين الهلالي شخصيا وانا روحت لأ طب نتكلم طب قولي قل مضيقك أنا أصلحه مفيش حاجة ملاهاش حل ده دي دراما لا مفيش ده اللي كان موجود بقى قبل كده في الرقابة كان الأسادزة اللي هم في لجنة ظلمات كانوا كمان يعني كانوا بيساعدونا في انه يطلعوا مخارج دول كانوا يعودوا مع يوسف شهين يطلعوا له مخارج في السيناريو بدل الشخصية بدل ما تبقى كذا لا خليها كذا بدل كذا عشان يعدي ده اللي احنا النهاردة مش لقيينه للحوار بقية فاصل قصير نعود بعده لنستكمل الحوار مع المخرجة والكاتبة المبدعة هالة خليل حول صناعة السينما والدراما التليفزيونية وهموم العاملين خلف الشاشة بتقولي مرة ان الأفكار السينمائية في مصر لست عايشة في الماضي واننا في زمن يعني خلاص تعدينا فكرة الأبيض والأسود واننا لازم نسير عصر الإنسان متعدد الألوان بتقصودي ايه؟ انا من الناس اللي عندهم يعني يعني عندهم ايه انحياز شديد للتكنولوجيا وما بحبش الناس اللي بتقاوم التكنولوجيا يعني بحس ان ده تضيع وقت الحقيقة يعني يعني من ساعة انا عندي تجربة اصلي انا الجيل اللي هو نقل من السينما الـ 35 الافلام اللي بنصورها بشريط الخام 35 ميلي للديجتال وعيشت المعركة يعني معركة عالمية ما كانتش على مستوى مصر بس ولكن اكتشفت بعد كده انها معركة خسرانة ومعركة محسومة ومنتهية لأنه هو فيه نوع من انواع التطور وتطور دايما ايه يعني انه دايما التطور مش معناها انه يعني انه درجة اعلى لا هو مفردات الواقع بتتغير وكل مفردة بتتغير زي تأسس يعني التطور يعني غير قابل للمقاومة هو قاسي ما تضيعشوا وقتك اتعلموا بسرعة اتعلموا بسرعة ما تضيعشوا وقتك فانحنا نبقى بنواكب دايما دايما اللي بيحسن يعني تشات جي بي تي مثلا اللي بتكلموا عنه دلوقتي ده اللي كل الناس مبزوعة منه يعني انا مش مبزوعة منه خالص لانه يعني وعن تجربة انا دخلت عن جربت يعني انا سيناريست فقالوا يا خلاص ده هيقعد السيناريستات في البيت ده هيكتب هو سيناريوهات الافلام فانا قلت طب مجرب مشوف يعني فنزلت الابليكيشن ودخلت وانا فعلا بشتغل على سيناريو محدد يعني دلوقتي ليه مواصفات خاصة جدا فعن شخصية يعني معينة فرحت قلت له والله طب يلا كتب لي كده السيناريو عن الشخصية الفلانية اللي هي المعروفة دي فرح مكتب لي عشر سيناريوهات بعتلي عشر سيناريوهات حقيقة فعلا يعني عشر سيناريوهات كاملة كاملة اه والله فانا عدت بقى هتأملهم كويس قوي فلقيته لأ طبعا لأ يعني الذكاء الاصطناعي ده اللي الكل خايف منه في الابداع وفي الفن انا معرفش المجالات التانية مساء مكلمة على مجالي أنا في الابداع لا 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 طبعا لا لأني أنا عاد تحلل هو عمل ايه أسألنا لما جيت أكتب الشخصية يعني الشخصية دي الأول ساكرت الشخصية كويس قوي فعرفت كل المعلومات المحيطة بالشخصية وتاريخها كاملا وبعدين اتفرجت على نوعيات الأفلام اللي اتعملت على تاريخ الصينما كله المشابه للي أنا بعمله ونالنوع فأنا لما دخلت لقيته هو عمل كده عمل تحليل بيانات فراح موزع أنا أصلي علمي بقى وكنت علم رياضة وهندسة وكده فعمل هي نظرية الاحتمالات دي أخذ النوع ده مرة مع الحكاية دي ومرة الحدوثة دي مع النوع ده فعمل حاجات كتير كلها أصولازقوا فيها أخطاء شديدة جدا وكلها ما يطلعش منها حاجة أوريجنل مفيش مفيش حاجة أصلية لا 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 خالص 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 المبدع اللي بيطلع حاجة أوريجنل ده هيفضل موجود هيفضل موجود وده مش هيعمله مشكلة ولكن انت لازم تبقى أنا بقى استفدت من الشات جي بي تي في إيه؟ في المعلومات طب هاتلي بقى المعلومات بتاعة الشخصية دي يعني أتعلمه وأشتغل بي وكل حاجة بس ما خافش منه ولا أتجاهله ولا أهجمه فهو ده اللي أنا دايما بقصده في أن احنا يعني بلاتفورم أول ما طلعت البلاتفورم وقالوا الأفلام هتبقى بلاتفورم مش هتبقى سينمات أنا والله ما عندي مشكلة يعني أنا أزعل بس طبعا على الاستثمارات الكبيرة اللي محتوطة في دور العرض ايو اللي هتبقى بعد كده مشكلة بس خلص هو على مستوى العالم كله هتبقى الأفلام بتتعرض في البلاتفورم يعني سونر او ليتر ده هيحصل يعني السينما حتى تراجع السينما حتى الدور العرض دور العرض هتقفل فيه من الأيام يعني واحد نازل بيتفسح بيشوف فيلم تمام يعني بيبقى كمان مع مجموعة مش مجرد أنه قاعد في بيته وبيشوف شاشة ولو آه كلام مظبوط بس ولو لأنه الطيار اقتصاديا الطيار الاقتصادي هو اللي بيقرر كل الحاجات قالوا لنا كده أيام السينما لما قالوا 35 ودشتر قالوا لا بس مش ممكن أصل البريق اللمعة بتاع وده حقيقي لحد النهارده لمعة الشريط النيجاتيف 35 حاجة والصورة المسطحة بتاعت الدجت اللي دي حاجة تانية وستيل مهما عمله ويفضل الفرق ده موجود بس ولو برضو ولو لأنه المسألة بتبقى مرتبطة باستثمارات عالمية كبرى داخل في الاقتصاد العالمي أكبر مني ومنكم من أراءنا الفنية الأدبية الجميلة يعني المنصات التليفزيونية اللي هي دلوقتي بتعرض لنا المسرحيات والأفلام والأورنيات إلى آخر هي اللي هتنتج الأفلام وهي اللي هتنتج الأفلام ودور الثاني مقاعدة تذهب لأ فأي حاجة يعملوها أي حاجة مش تبقى موجودة مش تبقى موجودة يعني اللي تبنى تبنى خلاص بس ما فيش حاجة تانية أنا ما عرفش بعد كام سنة بس أنا بمد الخطوط على استقامتها لأ هيبقى الانتاج انتاج بلاتفورم والناس هتتفرج في بيوت وهتبقى المسألة النهارده في حد فينا عنده شاشة في بيت ومش قد كده هتكبر لسه لسه شاشات دي هتكبر وتبقى قد شاشة السينما وهتتعرض عليها الأفلام من البلاتفورم النهارده الناس اللي بتنزل تشوف الأفلام فعلا حتى احنا يعني زمان وأنا أعترف يعني أنا منهم أنا كنت في كنت من الناس اللي بيلفوا على الأفلام في مراكز الثقافية مثلا مكان زي زاوية مثلا كنت حريصة جدا جدا على البرنامج يعني ولازلت على قد ما بقدر تشجيعا للتجربة وتقديرا واحتراما لها لأنها تجربة فعلا عظيمة ومحترمة وكنت أروح لمركز الفرنسي أشوف فيلم فرنسي واروح الزمالك أشوف في الإيطالي النهارده أنا بدوس على الزرار أشوف الفيلم فبالعقل يعني فهم ما بيهزروش ما بيش بيحطوا استثمارات دايما يعني إيه كان في أنا ابني بيشتغل شوية في التكنولوجيا حديثة كده فدايما لما أقوله التكنولوجيا دي حبيبي ليها مستقبل هي التكنولوجيا دي لسه في مصر ما أخدتش يعني بس موجودة برا فقاله يعني التكنولوجيا دي ممكن بتتهاجم التكنولوجيا دي جامت جدا الحديثة دي فبقاله يعني دي مش ممكن انت ليه حطيت كل يعني مستقبلك فيها لأنها بتتهاجم ممكن تقاش موجودة قالي مش ممكن تبقى مش موجودة لأن حجم الاستثمارات العالمية اللي تحطت فيها يساوي كذا كذا داي روح فين يا ماما ده مسألة اقتصادية بقى مالية تماما أنت متحمسة قوي ليه ما يسمى بالزوق الشعبي الأغاني الشعبية أيوة طبعا يعني البعض بيهاجم داو بيجد مثلا فيه بعض الكلمات الغير لائقة أحيانا ألحان بسيطة ليه متحمسة عشان ده طول عمره موجود طول عمره موجود من أيام التشتة قال لي وقابله وغيره 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 لحد النهاردة بس ما كانش مكتسح الأسواق زي ما بيقولوا كان مكتسح بس لأنه كان كل الأفرح الريفية والشعبية وكده كان موجود وكثير ناس بتغنيه هو ما كانش بيوصل للطبقات الوسطى أو للطبقات العليا فهو بس لما وصل لهم أزعجهم أزعجهم هو طول عمره موجود مش مزعجة مثلا من ظاهرة أغاني المهرجانات لا خالص ولا من الكلمات اللي بتتقال فيها في حاجات بحبها وفي حاجات بتعجبني جدا على فكرة فعلا ده سوق الفن ده بينزل في السوق والحاجة الجيدة البضاعة الجيدة بتثبت نفسها والرديقة بتروح وإحنا شايفين قد إيه هي كمان كلها حاجات عبارة عن مجاة بس أحيانا يقال إن البضاعة الرديقة دي تطرد الجيدة من التداول زي العملة كده بس في الفن ده حقي لا مش في الفن في الفن إحنا بنشوفش كده بدليل اللي إحنا شايفينه إحنا عندنا إيه كل شوية بيطلع لنا كاما غنية وبعد كده مش موجودين مش موجودين ويطلع حد تاني هي كمان من ناحية الفنية هي ما بتعملش طبعا إضافة لعالم الموسيقى لأن هي أغاني معتمدة على الإقاع يعني أغاني دربوكة يعني فهي أغاني راقصة وكمان الغنى الراقص ده ده مطلوب لأنه التجمعات اللي فيها الأفراح واللي فيها الموالد واللي فيها كده هي بتحب الرأس فدي أغاني علشان الناس ترقص عليها فده كمان نفس وكمان أنت مجيش تقول لي والله أغاني المهرجانات لا 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 مفيش حاجة اسمها حاجة لما يطلع لك أغنية فيها حاجة أنت عايز تعمل عليها وميلوا النقابة تتعامل على الحالة دي لكن تيجي تقول لي أغاني المهرجانات كلها طب ده العالم ده النهار ده أفراح أفراح الأبر ميد الكلاس أو الطبع الرقية أو كده كلها أغاني مهرجانات طب إحنا بنجدب على نفسنا يعني ده نوع من التجمل كده أنه إحنا ناس شيك مش حبيب ده بس لما نروح للبيت نشغله في ناس تتزعل لما بتلاقي ولادها الصغيرين بتعود يقولوا كلمات غير لائقة في أغنيات سهلة ما هي دي رقابة أسرية دي اسمها رقابة أسرية إحنا برضو مجتمع ما بيمارسش أي رقابة أسرية خالص يعني إحنا مين عندنا بيحدد لأ أولاده على حسب سنهم البرامج اللي يتفرجوا عليها والأفلام اللي يتفرجوا عليها والتلفزيون يبقى فيه رقابة ما حدش بيعمل كده يعني المجتمعات مش بتيجي أصله يعني أسهل حاجة أن أنت تقفلي على كل الناس لا لكن الصعب أن أنت تفتحي على كل الناس وكلهم يمارس دوره رقابة سايبة الدنيا كده بس هل هناك الأطفال بيتعرضوا بيتفرجوا على حاجات لا طليق أبدا خالص ولو ده وده وده حصل المدرسة لو عرفت أن الطفل ده اتفرج على فيلم مثلا مفروض أنه هو ما يشوفوش تتروح تحاكم الأسرة تجيب الأسرة وتحاكمها فهنا فيه كل مؤسسة صغيرة أو كبيرة بتلعب دورها إحنا أسهل حاجة عندنا فيلمنع ده سهلة لا وده في النهاية كله بيصب بيقف على إيه لو أنا النهار ده وفقت على أنك على أنك تمنع ده اللي مش عاجبني يبقى أنت لما تيجي تمنع شغلي أنا أنا ما قدرش أتكلم لأن أنا أقريت المبدأ اللي هو مبدأ المنع ده لأ أنا ضد مبدأ المنع خالص خالص فيه حاجة اسمها حوار فيه حاجة اسمها حرية التعبير فيه حاجة اسمها أنت مش عاجبك ده تنزل ده أصاده يعني يبقى الإبداع أصاد الإبداع لكن المنع ده كمان أصله تجاوز الزمن حتى على مستوى التكنولوجيا اللي نحكي عليه حاجة دلوقتي الحقيقة مهمة أو يقلتي أنه يعني حتى في مواجهة ذلك النوع من الفن اللي أحيانا بنقول عليه رديق لابد أن يكون هناك فن آخر مقابل له رفيع المستوى أو يعني حتى متوسط المستوى يعني وأيام ما كان فيه أغاني أحمد عدوية شيري الوات بالأرض خط الوات بالأرض كان فيه عبد الحليم حافظ ولما كان فيه تشتقلي تشتقلي كان فيه سيد درويش يعني هو ده لأنه بقولك كمان المنع مفهوم المنع ده اللي هو التربوي الأبوي ده الزمن تجاوزه والنهارده حتى الأب ما قدرش يقول لابنه ما تتفرجش على كذا لأن ابنه ده في إيده موبايل يشوف فيه كل حاجة لكن إيه اللي المفروض يحصل الحوار سواء كان حوار مجتمعي أو حوار أسري هو ده اللي احنا عايزينه في مجال السينما عمل المخرجات هل يلاقي أي صعوبة يعني المخرج سهل أنه يدخل مجال السينما والإخراج هل فيه مقاومة إلى حد ما للسيدات ولا لا لا في مصر الحمد لله احنا محظوزين لأنه مصر عرفت وعرفت إخراج السينما والسيدات من شكل مبكر من زمان جدا فلا هو العائق هو هو إنها في التنشئة هي زي هارجع تاني إنها تبقى شخصية قيادية المجال نفسه دخوله صعب لأنه هو برضو قايم بشكل كبير قوي على المعارف أنا دخلت المجال بصعوبة شديدة جدا لأن أنا معرفش حد أنا دخلت المعهد قالوا لي مش هتنجحي الحقيقة هو ناس وقالي لماذا تدخلين يعني هذا المجال بصعوب ويدخل الرجل بسهول لا هو صعب على الاتنين بس يبقى أصعب على المرأة ليه؟ لأنه هو دخول المجال لازم على الرجل أنه هو يكون شخصية اجتماعية فيحضر مع الناس حاجات ويجامل وفيكده فيبقى معروفة لما يبقى عنده شغل عايز يعمله ويلاقي ده يساعده ويلاقي ده يساعد المرأة في مجتمعنا مش هتعرف تعمل ده بسهولة فحيبقى فيه شيء من الصعوبة أنها تعمل ده لازم تبقى موهوبة جدا أي أو بتعمل أفلام بتجيب فلوس جمدة جدا يعني لازم فيه حاجة جمدة جدا عشان يعني استقبالها يبقى جيد وعشان دع فيها من المجهود أنا مثلا بحد أنا غلطت مثلا جدا جدا أن أنا مشتغلتش مساعد بأخرج أبدا ودي كانت غلطة يعني الحمد لله أنا أنقذني بالصدفة أن فيلم تيري يا طيارة اللي عملته الحمد لله أنه هو أخذ جوائز كتير وفرشت لفت نظر الوسط لي وابتدأ يديني فرصة ودكتور محمد العدل كلمني وقال لي أنا عايز أعملك فيلم طويل فالحمد لله ده عفاني لكن فيما عدا ذلك أنا كان مفروض أشتغل مساعد مخرج أنا مشتغلتش ليه مساعد مخرج لأني بتكسف قوي ما قدرش أروح أقول لحد حتى من أسد زيتي أنا عايزة أنزل أشتغل معك أو عايزة أتدرب معك بس فمعرفتش خالص وفضلت قعدة كذا سنة فقلت خلاص أعمل فيلم قصير فالحمد لله وكما ممكن نعمل عشرين فيلم قصير وما حصلش حاجة ومعهد سينما بيخرج كل سنة مخرجين كتير جدا جدا بيشتغلوا موظفين في وزارة الصقافة وفي المركز القومي ما بيبقوش مخرجين يعني في كل دفعة مخرج لو سألتي دفعتك مين في الإخراج يعني مثلا المعهد بيخرج مثلا من 18 مخرجين في السنة رب بتلاقي مثلا مخرج أو 2 وفي دفعات ما بيطلعش منه بخالص مجرحوش يدخلوا المجال رغم انه موهوبين ورغم انه مميزين وكل حاجة بس دخول المجال طبعا في شلالية خلينا نقول الكلمة يعني هنا آه في طبعا في شلالية وبيحتاج تركيبة شخصية معينة مش كفاية ان هي تبقى موهوبة لا لازم يبقى فايتر ولازم يبقى اجتماعي جدا جدا يعني النقد السينمائي حاليا كيف تري النقد السينمائي في مصر حاليا لا ما عندنايش نقاط كتير لانه يعني انا مثلا انا شخص بعتبر نفسي من المحظوزين مع النقد جدا وعندي ملفات كده كنت اشيل المقالات النقدية اللي تكتبت عني في اول فيلم عملته احلى لقوايات وابقى مش مصدقة نفسي يعني من الحفاوة والحفاوة الحفاوة النقدية يعني والوقت ده كان فيه كان فيه استاذ يوسف شريف رزق الله استاذنا الجميل رحمة الله عليه وكان فيه استاذ سامير فريد صحيح وكان فيه نقاد كتير كبار اسزتنا الكبار وقبلهم سامي السلاموني لا كان عندنا طبعا اسماء كبرى الحقيقة جدا 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 وكان علام يعني كان بالنسبة المخرج انه يعمل عمل ويقرى النقد بتاعه سواء السلبي او الايجاب ده وشيء مفيد جدا ده حاجة يعني ماتك خبرة طويلة طبعا ده هنة عارف اللي هو ايه اللي هنة ده يعني في حد كنت بسميها بيصحح لي الكراسة فتقول النقد اللي استاذ الفلال يصحح لي كراستي يعني استاذ سامير فريد الله يرحمه مرة طلع من من فيلم كلمني في تليفون وقال لي مفجئت يعني ايه هالة للجمال وايه العظمة وايه كذا وكذا طبعا استاذ سامير قول لي رأيك ففي حاجات سلبية في قول لي الحاجات السلبية فحتى يعني بعد وفاة استاذ يوسف شريف إذن الله والله كتبت على بوست وحبيبي والله يرحمه كتبت مين هيصحح الكشكول يعني انا يعني بعترف طبعا انه هو كمان كان واحد من حصل خلط ما بين الصحافة الفنية وما بين النقد الفني يعني دخل كتير قوي من الصحافة الفنية يعني يكتبون في الفن ولكن هما ليسوا نقاط فن بالمعنى الحقيقي مزبوط وطبعا في مصر حاجة اسمها معهد النقد الفني وبيدرس دبلوما سنتين واغلب الناس النهاردة اللي بتكتب هي مش خريجة معهد نقد ومش بالضرورة حتى تبقى خريج معهد النقد بس لازم تبزل مع جهود كبير جدا 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 عشان تدي نفسك الحق ان انت يعني تنقض عمل فني يعني فلا احنا دلوقت يعني ما عندناش نقاط كتير فيه الأستاذ طريق الشناوي طبعا وعندنا سم زكريا برضو من النقاط المحترمين جدا يعني فيه أسامي وعلى الشفعي من النقاط مش هقدر أذكر طبعا كل الأسامي بس يعني هم قاللين وإحنا بنعتز بيهم والحقيقة برضو الزهارة اللي بقت موجودة انه كتير يعني بيعطردوا على المقالات النقدية اللي موجه لهم النقد النقد قد يكون بالإعجاب أو بعكسه طبعا لكن يعني الناس ليه معدتش بتتقبل الأراء ممكن هذه الأراء يعني تحسن عمل لا هي بصي بصي بتراحة هو بتهالي طول الوقت الناس ليس بتتقبل بس هو بتعبر عن عدم تقبلها ولا لأ يعني إلا أنا لمسته يعني في الأغلب الناس يعني هو المنبع بيبقى حساس شوية يعني ولما بيقول لحد بيقول له حاجة يعني بيتجرح أوي بس هي بقى هنا الأخلاقيات أن أنت هتعبر عن ده ولا مش هتعبر ولا هتحترم رأي اللي قدامك وتسكت أو ترد بطريقة لقيقة ولا لأ يعني أنا كان عندي تجربة مع الأستاذ طرق الشنوي وزي ما قلتلك هو من الناس تدعمين لي الأفلام والأعمال اللي عملتها ولكن أنا جيت في مرة كان فيه فيلمي مترشح عشان يمثل مصر في الأوسكار كان فيلم نوارة وصد فيلم تاني فيلم اشتباه وهو كان في اللجنة بتاعت الاختيار فأنا عرفت أنه هو يعني عمل زي يعني حملة علشان يتم اختيار فيلم اشتباه مش فيلم نوارة وهم الاثنين كانوا يعني بيتنافسوا على الترشيح ففي حد جاء اللي بقى شفتي بقى صاحبك عمل كذا 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 فأنا سكدت يعني ما اتكلمتش فجيت بعدها بشوية قابلت الأستاذ طارق في مهرجان كده من مهرجانات ويبدو أنه هو وصله يعني أو فجي قال لي على فكرة أنا أنت عارفة أن أنا بقدر فيلم نوارة وبحبه بس أنا عايزة أقولك أنا ليه عملت كده فقلت له لأ أنا كنت مش زعلانة لحد ما أنت جيت قلتلي كده لأنه معنى كده أن أنت بتتصور أن أنا عندي شاك في نزهتك فإحنا مش عشان أصدقاء أو أي حاجة أنا بحترم رأيك جدا وأعرف كويس قوي قوي قال لي طب بس اسمعيني فقلت له تقال لي علشان الفيلم ده راح مهرجان قبل كده كبير دولي فأنا شايف أنه عنده فرصة أن يدخل للقايمة حتى القصيرة فحسيت أنه عنده فرصة أكتر من نوارة قلت له حتى لو نوارة مش عجبك وأنت ده أنا مليش عندك أصلا أن أنا أقول لك لأنه أنت ناقد محترم ونزيه وأنا عنديش شك في نزهتك فأي يتنظر في الاختيار يعني مش اختيار عشوائي آه طبعا وأنا كنت متأكدة يعني أنا اللي قال لي كده أنا عارفة كوي أنه ما فيش أي حاجة ضدي ولا ضد الفيلم أنا وثقة وجايز أنا لو كنت مكانه كنت هفكر بنفس الطريقة كنت هقول طب يا جماعة عشان إحنا دايماً بنتقدم للأوسكار كل سنة وما بندخلش حتى القايمة ما بيتمش اختيارنا فالفيلم ده علشان راح مهرجانات كبيرة فهيبقى عنده فرصة وكان فيلم اشتباه إخراج محمد دياب فكنت هقول طب خلوا ده فعلاً طب وإحنا بيتكلم دلوقتي على النقد السينمائي وحتى النقد المصرحي فيه يعني نوع من أنواع التراجع إلى حد كبير فيه عدد الأفلام السينمائية المنتجة سنوياً في مصر وحتى عدد المصرحيات المنتجة أيضاً في مصر يعني كيف ترى يعني شايف المستقبل إزاي في هذا الموضوع شايف أن المخرج الوحيد من القصة دي دلوقتي وهو في رأيي أنا مخرج يعني أزمات اقتصادية كتير أوي في مصر الصناعات الصغيرة الصناعات الصغيرة بمعنى إحنا كتير أوي إحنا 120 مليون دي طاقة بشرية فضيعة لو كل عشرة عملوا مشروع وسهلنا لهم الظروف وعملنا لهم الدعم المناسب حنتحول لمجتمع منتج جداً أنا هبقى هتكلم عنا شغلتي أنا إحنا كسينمائيين عندنا شباب سينمائيين يفرحوا والله 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 فهلاً وموجوبين جداً 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 مخرجين سيناريستات مصورين منتجين ديكور منتاج حاجة مش موجودة فأي بلد عربي وفي كثير من الدول الكمال الأوروبية الناس دي لو تحولوا لكيانات صغيرة شركات انتاج صغيرة ينتجوا أفلام والشباب دول بقى بيعرفوا يعملوا أفلام بقى قل الميزانيات وعملوا كده فعلاً ويصوروا الفيلم في أسبوعين ويطلع فيه حصل وبيحصل بس بيحصل على سكيل دي لأن المعاناة شديدة جداً يعني اللي بيعمل تجربة زي دي بيفضل يشتغل فيها سنتين وثلاثة عشان يطلع ده لأنه المناخ العام مش واقف معاه واقف ضده ويبقى عنتم بعد كده مشكلة في العرض ومشكلة في التوزيع ومشكلة في التسويق وكل حاجة لو فيه إرادة قالت لش تعالوا نجمع شباب السينمائيين الصغيرين ويعملوا شركتهم وإحنا نقدم تسهيلات مش عايزين فلوس ما تديلوش فلوس بس عملوا تسهيلات عملوا تسهيلات في التصريح عملوا تسهيلات في الضرائب عملوا تسهيلات في مواقع عملوا تسهيلات في التوزيع وفي دور العرض وفي التسويق عملوا تسهيلات في سعر التسكار سعر التسكار بقى راييب ممكن نضيف شيء كمان يعني مثلاً تسهيلات التصوير في الشوارع والأماكن العامة والمناطق الأسرية إلى آخره ده مش يشجع برضه يشجع بس هو مش كافي يعني هيشجع شوية بس أنا عايزة حل يعني شامل يعني نقول في مشروع مشروع نهضة سلمائية دلوقتي انت كمخرجة بتشوفي الشارع المصري في السينما المصرية يعني مثلا بعد خمسين سنة لو شفنا فيلم مصري هنشوف فيه مصر الحالية الموجودة بشوارعها بمبانيها بنسها في الشوارع فيلم قديم ولا فيلم جديد فيلم جديد هل فيه صعوبة دلوقتي في التصوير في الأماكن العامة طبعا فيه صعوبة بس أنا سمع أنه فيه كلام في هذا المشروع يعني أنه يبقى فيه تسهيلات أكتر في التصوير في الشوارع وبعدين كمان أنا بزيت انت جاية لحد أصلا بيعشق تصوير في الشوارع يعني أنا شغلي كله شوارع وبعاني طبعا ومسألة بتبقى صعبة جدا بس أنا يعني ده 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 عنصر مهمة قوي بس مش عايزة يبقى لوحده مستقل أنا عايزة أرجع للإرادة الحقيقية للنهوض بصناعة السينما بصناع السينما وبأسادة السينما وبرجال السينما وبشباب السينما لوضع مشروع في رأيي أنه يريد يقوم على فكرة الصناعات الصغيرة شركات الإنتاج الصغيرة لأنه ممكن يبقى عندنا فجأة في الصناعة السينما ممكن يبقى عندك فجأة 30 شركة إنتاج عملينها شباب صغيرين وبيعملوا أفلام محدودة التكليفها وأفلام راقية وأفلام عظيمة ده والله مشروع جميل يعني ونضم صوتنا لصوتك أستاذ هالة خليل شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا في الختام أشكر دفتي المخرجة والكاتبة المبدعة الأستاذ هالة خليل ونلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله في حديث جديد من نصر شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا